ما مدى الضرر الذي تشكله هذه القضية لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للمنطقة إذ إنه وفي أول زيارة له للمنطقة وجد نفسه في قلب هذا الجدل وكيف سيكون رد فعل المجتمع الدولي يذكرني هذا يا آدم بمقولة اعتدنا ترديدها في البحرية تقول أنا رجل أكاد أغرق وتعطني دلوا من الماء بمعنى أنا مشغول للغاية ولدي الكثير من المشاكل وأنت تخلق لي المزيد من المشاكل هذا آخر ما يحتاج إليه المبعوث الخاص في أول زيارة له أن يواجه مسألة مثيرة للجدل وهي الأطفال الجنود القانون الدولي واضح جدا إزاء الأطفال الجنود هناك عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات والمعاهدات في الأمم المتحدة تجرم تجنيد الأطفال وهو استخدام أطفال تحت سن الخامسة عشر أي في الرابعة عشر أو أصغر في الصراعات المسلحة وكما ذكرت فمعظم الحالات توجد في غرب ووسط إفريقيا وقد أصدرت الخارجية الأمريكية تقريرا أظهر أن أربع عشرة دولة تشهد تجنيد الأطفال بدرجة أو بأخرى وهو أمر يقلق الولايات المتحدة والمجتمع الدولي كما ينبغي لذلك أن يكون ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فاستخدام الأطفال الجنود يعد جريمة حرب وتظهر بعض الدراسات أنه من بين كل ثلاثة من الأطفال الجنود حول العالم توجد طفلة جندية مما يعني أن الأمر لا يقتصر على صبية بالأسلحة وإنما هناك بنات تقومن بأعمال محلية ولجستية وتستخدمن في الاتجار بالبشر هكذا فنحن بصدد مشكلة رئيسية أن تظهر للمبعوث الخاص أطفالا جنودا مما يعكس عقلية حربية لجبهة البوليساريو أن تظهر الأطفال بهذا الشكل لأنه لا يمكن لشخص سوي استخدام الأطفال بهذه الطريقة والعالم يدرك ذلك فالولايات المتحدة والأمم المتحدة والعالم ككل يدرك أهوال استخدام الأطفال الجنود مع ذلك فهذا هو ما قررت جبهة البوليساريو عرضه عندما يقوم المبعوث الخاص بهذه الزيارة أعتقد أن هذا بالفعل مؤشر على نوع عقلية لا تخص البوليساريو وحدها ولكن الجزائر كذلك حين تسمح بحدوث ذلك على أراضيها ويجب على الجزائر أن تراجع مع البوليساريو هذا التصرف وتقول لهم هذه ليست أفضل وسيلة فإذا كنتم تريدون إقناع العالم بأنكم في الجانب الصحيح من التاريخ فليس هذا هو السبيل ولا أعتقد أن الجزائر ستفعل ذلك